موسيقى 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 لجهاز موجود بالسوق أدري ما موجود في معظم الأسواق لكن على الأقل متابعيننا في مصر يقدرون يأخذون عننا بشكل مباشر بحكم أنه موجود عندهم بالسوق وهو جهاز جهاز من فئة سحبة السيجارة نوعا ما يعتبر شوي كبير لكن نقدر نقول أنه فعلا متميز على مستوى التصميم الخارجي وأيضا على مستوى البود شنو في هذا الجهاز شنو فيه من مميزات ومن شركة أسباير غير الشكل المميز نوعا ما شنو هي رح تكون مميزاته هذه الشغلة إن شاء الله رح تعرفونه نزله معي تحت خليه أعرفكم عليه بالتفصيل إن كان الشكل إن كان الدزاين إن كان المميزات إن كان طريقة التعامل وياه ونرجع نقول ملاحظاتنا ووجهت نظرنا في جهاز الكوتك برو من شركة الأسباير عشان نأخذ فيه عندنا فكرة شاملة إن شاء الله تابع ريفيو ويلا شباب خلونا نحن عرفكم بالتفصيل على جهاز الكوتك برو من شركة الأسباير مثل ما قلنا إن اسم الكوتك أو جهاز الكوتك هو نزل من قبل ونقدر نقول إن هذه هي مثل ما قلنا النسخة المتطورة أول جديدة من جهاز الكوتك هذا هو بالنسبة لي شكل العلبة الخارجي بسيط جداً نقدر نحدد بالنسبة ليون الجهاز اللي راح يكون داخل العلبة عن طريق هذه المنطقة الشفافة ومثل ما هو واضح وياه أنه راح يكون باللون السلبر نبطل العلبة وياكم على السريع ونشوف بالنسبة للمحتويات راح تلاحظ إنه في الجزء الخلفي من العلبة هو عبارة عن دليل الاستخنام لاستخنام هذا الجهاز ولما نقلبه على الناحية الأمامية راح يبين معنا جهاز الكوتك برو وهذا نجم تقييمنا اليوم جهاز الكوتك برو من شركة الاسباير بالشكل المربع شوفوا معي بالنسبة لي التصميم نوعاً ما نقدر نقول إنه ماخذ تصميم المتل أو الشكل المعدني نوعاً ما نقدر نقول إن هذا تصميم نقدر نقول إنه نوعاً ما مميز هذا هو بالنسبة لي الشكل الخارجي هذا هو بالنسبة حق البدي اللي يحتوي على البطارية وهذا الجهز الشفاف اللي قاعد تلاحظون بياي هو المكان الخاص لبيت البود أو مكان تثبيت البود اللي أورادي يراكب على الجهاز راح تلاحظ معي إنه نحن عندنا إضاءة LED اللي على أساسه يعطيك التشغيل وأيضاً يعطيك مساعة البطارية اللي عارفينه اللي هو الأخضر الأزرق الأحمر وبالمناسبة التكل اللي نحن تحدثنا عن سعة البطارية سعة بطارية هذا الجهاز 1500 ميلي أمبير سعة خرافية بالنسبة لجهاز بود أو لجهاز سحبة سيجارة بحكم لو أنتم تذكرون معي إنه نحن سمعنا عن 1500 على جهاز بود مود فأنت متخيل 1500 ميلي أمبير على جهاز سحبة سيجارة بهذا الحجم سعة بطارية جبارة نكمل وياكم شوفوا معي بالنسبة للجزء السفلي ستلاحظون معنا هنا هندي عندنا الفتحة الخاصة في الشحن اللي هي من فئة التايب سي وأيضا عندنا ذراع لي يتحكم بمستوى التهوية وشخصيا بشوف بالنسبة للمستوى التهوية هل ممكن يوصل على الأقل لمستوى سحبة الشيشة المكتومة ولا هذا شيء جاء الله راح نجربه مع بعض النية حق القسم العلوي بالنسبة للبود هذا هو بالنسبة للبود في عندنا هنا بالبداية عندنا مكان للعلقة يعني كان حلو لو كان حاطي لنا بالعلبة علاقة ترقبة بالإضافة إلى الجهاز كان ممكن يكون أحلى بخصوص النموة وفروا لنا هذا المكان نفتح أو نطلع معاكم بالنسبة للبود البود ما اخذ شوي الشكل الطوالي راح تلاحظوا إياي ان احنا هني عندنا نوعا ما كويل يعني مو وايد كبير لكن قريب انه يوصل تقريبا لمرحلة انه هذا يعتبر سب اوم كويل بالنسبة لمواصفات هذا الكويل اومة صفر فاصلة ثمانية وللأسف مو حاطي لنا كويل إضافي أو بود إضافي لاستخدامه مع هذا الجهاز هذا بالنسبة للجزء السفلي للبود خنشوف وان ذاكري لنا انه هو صفر فاصلة ثمانية وين كاتبين وين كاتبين وين كاتبين اوها اوكي اسباير صفر فاصلة ثمانية وبالنسبة لطريقة التعبية راح تلاحظوا معنا هذه الربرة الخاصة اللي فتحة التعبية تتعبى بهذه الطريقة يعني نوعا ما مو نوعا ما اكيد تضطر انك تطلع البود من الجهاز علشان اتعبى وترجع مرة ثانية والله انا قايا شوفه بالنسبة لك بحكم ان احنا عندنا مساحة جدا كبيرة هذا جزء كان ممكن ينرفع وعلى اساسه يتعبى من فوق يتسكر من غير ما اضطر اني اشيله من الجهاز لكن بشكل عام جيد خلوني يعبى البود ونرجع مرة ثانية للجهاز عبينا البود وننتظر على ما يتشرب القطن شوي بس نرجع للجهاز على السريع ونشوف بالنسبة لي الكونتاكت هل في اضاءة ولا لا اوكي شوفت معاي بالنسبة للاضاءة البيضة ومثل ما قلت لكم هذه الاضاءة ايضا تعطيك مستويات البطارية ما بين الاخضر والازرق والاحمر هذه هي كل مواصفات تقريبا الجهاز اقوى ميزة مثل ما قلنا ساعة البطارية جبارة بالاضافة الى التحكم بالتهوية لكن ما عندنا تحكم على مستوى قوة الجهاز وفي معلومة ثانية ان شاء الله رح نقشكم اياها على البودات انه مقدمين لنا 0.8 لكن هل في بودات بقوامات مختلفة ستعرفون اياها ان شاء الله لما تيوم معاي فوق تعرفت اياها على جهاز جوتك برو من شركة الاسباير مثل ما عرفنا ان هذا جهاز سحبت سيجارة من الفئة نقدر نقول فئة جديدة من هذه الفئة فئة سحبت سيجارة ليش؟ بسبت البطارية انت سمعت اياها يا شاب ان هذا الجهاز ساعة بطاريته 1500 ميلي امبير هذه الارقام بالعادة احنا نسمعها مع اجهزة البودموت يعني احنا اعلى اعلى جهاز سحبت سيجارة سمعنا عنها 1200-1250 لو تذكرون من شركة الاوكسفا 1200 تقريبا من شركة فابريسو لكن 1500 على جهاز سحبت سيجارة اوقف عندها النقطة هذه رقم مو سهل على النوعية هذه من الاجهزة لكن نقدر نقول كمثل ما تقول انطباع اولي ان ما تسمع هذه السعة من البطارية لازم تقرنها مع انه ممكن هذا الجهاز يقدم لك سحبة الشيشة وهذا راح نشوفه وياكم ورح نجربه وياكم باذن الله الجهاز بشكل عام على حجمه وعلى سعة بطاريته الا انه ما في مستوى تحكم بالقوة او حتى شاشة للتحكم بالواط اللهم عندنا اذراع للتحكم بالايرفلو وعندنا اضاءة ال اي دي اللي تعطيك على اساسها مستوى سعة البطارية الاخضر والازرق والاحمر وعندنا بود في معلومة نسيت اقول لكم اياها هذا البود سعته اربعة ونص ملي يعني دبل وزيادة عن معظم البودات اللي انت تعرفها من معظم الشركات يعني اكثر اكثر رغم احنا شفناه او سمعناه على بودات او كانت ثلاثة ملي لكن الحين لما تقول اربعة ونص رقم موسهل نهائيا ان كان على مستوى سعة الجوز او السائل في هذه البودات ايضا تكلمني على مستوى العلبة العلبة كانت جدا بسيطة للاسف ما كان في الا بود واحد اللي هو 0.8 تمنيت ان على الاقل لو كان في بود ذاني حتى لو كان 0.8 لكن على الاقل بود ثاني ويفضل لو كان باوم مختلف ان كان 1.0 او 1.2 عشان يعطيني تجربة مختلفة ان كان على مستوى السحبة الواسعة او السحبة الضيجة اوكي اني الحين على خلاص التجربة انا الحين بالنسبة لي كشكل وكديزاين لو اقارن لكم مع معظم الاجهزة المربعة راح تلاحظون انه هو فعلا حجم كبير يعني مثلا هذا الجي كي 3 شوفوا فرق الحجم ما بينهم ان كان على الحجم وان كان حتى على السماكة اني مثلا من عندنا بعد وين الاكسلم هذا الاس كيو برو شوفوا بالنسبة حق الحجم ان كان بالطول وان كان بالعرض يعني شوي نوعا ما العرض لان هذا عندنا 1200 لكن يعني نقدر نقول ايضا هذا شوي عريض واذا بنقارن مع شي مربع ثاني ايه عندنا الفابريسو النانو هذا بالنسبة لي مقارنته مع النانو ان كان بالطول وان كان بالعرض يعني هذا الجهاز فعلا كبير بحكم سعة البطارية الكبيرة جدا 1500 نقدر نقول مثل ما قلت لكم كان الطباع اولي انه ممكن يعطيني مستوى سحبة شيشة انزين خلونا نفتح نجرب الشغلة وياكم نفتح فتح التهوية على الاخر هذه مفتوحة على الاخر هذه بالنسبة لفتح التهوية نجرب وياكم مستوى السحبة ونشوف هل هي فعلا توازي سحبة الشيشة او على الاقل سحبة الشيشة مكتومة ولا نجرب وياكم ممكن سحبة الشيشة مكتومة يعني مو مريحة بس شايف ان انت بخاطرك سحبة شوية قوية مختلفة عن سحبة السيجارة لا هذه توصل لمستوى سحبة الشيشة المكتومة حتى شوفوا معهم استوى التبخير لكن برأيي الخاص كان يبيل بعد شوي هوا يبيل بعد شوي التهوية الزيادة عشان تكون مريحة اكثر لسحبة الشيشة هي مكتومة سحبة الشيشة مكتومة بالزيادة كانت محتاجة تكاية هوا او تكاية فتح الزيادة عشان توصل لمرحلة الشيشة حتى لو كانت شيشة مكتومة بس هنا مكتومة بالزيادة فكسحبة الشيشة يمكن شخصية مو مناسبتني مو معتبرها سحبة الشيشة المريحة اللي والله فعلا اي والله ودي سحبة الشيشة افتحها على الاخر وديها ما اعطتني هذا الشعور كان يبيلها شوي التكاية بس ما ادري اختلاف الاذواق بالنسبة لكم هذا بالنسبة لكم كافي هذا شي راجع لكم لكن شخصيا ما اشوف انها يعطيني سحبة الشيشة المناسبة لكن على مستوى سحبة السيجارة فهو ممتاز جدا في حالة تحكم ومستوى التهوية وانستوى التهوية فيه جدا حلو يعني يعطيك كل المستويات اللي انت تبهيها بامتياز وبسلاسة يعني الحين انا تقريبا سكرت الثلاث ارباع يعني يا دوب هذه الفتحة اللي خليتها مفتوحة وياي اذا واضحة وياكم يعني يا دوب شي بسيط ممتعة سلسة وتعطيني سحبة السيجارة مثل ما ابي خلصنا الحين من سافة التهوية تعالي الحين على مستوى الطعم للامانة مو احسن الفليفر وهذه الشغلة انا عارفها بس ما قلت لكم ايها بالكلوزة بحكم معرفتي بهالاجهزة شوفوا طول المدخنة او عامود التبخير انتم مثلما عارفين وخلوني اذكركم بهذه المعلومة كل ما صار عندنا مجال لهواء اكثر يقلل من تركيز البخار اللي هو يحمل معه الفليفر فكل ما زاد الهواء يقل من تركيز الفليفر نوعا ما هذا لاعب دور طول حجم عامود التبخير ممكن هذا اللي لاعب دور كبير في سافة مستوى الفليفر لان احنا جربنا كويلات الاسباير اسباير ممتازة على مستوى الفليفر من الشركات متطورة جدا في هذا المجال لكن في هذا التصميم مثل ما تقول ارفعوا السعة اللي هي اربع ونص ملي لكن نوعا ما صار فيه نوع من التضحية على مستوى الفليفر اللي انت متعود عليه بشكل جدا قوي ما بين الشركات اللي انت عارفها من قبل فنقدر نقول انه مو احسن الفليفر يعطيني اياه هذا البود لكن شنو سويت انا هنا مستخدم التباكو مع القهوة نكهة نوعا ما تقيلة فمو معطتني كل الطبقات الخاصة في هذه النكهة مو مشبعتني نوعا ما لكن لما استخدمت الفاكهة تقبلتها بشكل افضل مع نكهات الفاكهة يعني اذا انت من محبين الفاكهة راح تلاحظ انه الطعم الفاكهة اللي ممكن يستخرج لك اياه هذه البودات لا جيدة جدا ما في اي مشكلة يعني تتقبلها وتقول ان هذا مستوى الفليفر فيه طيب لكن اذا انت من محبين نكهات الحلو نكهات الكريمة نكهات التباكو مع الكريمة الامور هذي راح تحس له مو هذا الطعم اللي انت منتظره من الجهاز او تقارده مع غيره هذه الامانة وجهة نظري شوفوا كجهاز بشكل عام محترم نقدر نقول عنه محترم ان كان التصميم ان كان حجم البطارية عندنا تحكم الارفلو الجهاز يعطيك مستوى قوة استخراج مناسبة لهذا الاوم هذا حلو لكن عندنا شوية ملاحظات لازم نركز عليها نوعا ما ما تخليني افضل هذا الجهاز عن غيره انتكلم بواقعية ومنطقية بحكم ان احنا عندنا بالسوق كثير اجهزة ممتازة فصار التميز صعب جدا والتنازل عند التميز ايضا صار صعب ما عطيتني على هذا الحجم ما عطيتني على مستوى ان كان مثلث مستوى قوة او حتى شاشة مع التحكم بالواط هذه الشغلة ما عطيتني اياها مستوى الفليفر اهو مو اعلى شيء بالاضافة الى انه عطيتني علبة فيها فقط بود واحد انزل في حال اذا كان هذا البود من البداية لا قدر الله خربانه معناه ان شنو؟ خلاص لازم اضطر اروح اشتري علشان استخدم هذا الجهاز فدائما البودين مهمين ان يكونوا في اي علبة مع اي جهاز فشوفوا محترم محترم لكن هل من الاجهزة اللي اقول لك لا والله راح تفضلها او راح يكون منافس وهذا لازم تجربه انا مو مع هذه الشغلة حتى على مستوى اللي احنا ابتكرناه اللي هي انه ممكن هذا الجهاز يقدم سحبة الشيشة ايضا مستوى سحبة الشيشة مو بالمستوى المريح اللي فعلا ممكن تقتنع او تقول فعلا هذي سحبة الشيشة اقدر استخدمها او اقدر استخلصها مع جهاز غوتك برو فهذه وجهة نظري في هذا الجهاز واللي مجرب الجهاز من اخواننا في مصر يشاركنا برأيه هل يتفق وياي؟ يختلف وياي؟ هذا موضوع جدا صحي شاركني برأيك هني بالكومنتات ونشوف ان شاء الله ناخذ ونعطي وعلى اساسه ممكن نوصل نتيجة للاشخاص اللي مو مجربين هذا الجهاز وياخدون عنا فكرة عامة باذن الله هذا كان كل شيء يا تكمافيا